مبارك ايه؟ الحمد لله تبقى حلو تمام تبقى كنت سعيد النهار ده انا بتفرج على المباراة والله كنت مبسوط ان المباراة الكبيرة سانداونز والاهلي في السنوات الاخيرة هي طبعا مباراة بيستنها كل جمهور الاهلي وكل جمهور افريقيا ايه التعديمة دي حلو انا بتخيرتك كنت سعيد من الاداء لا لا انا بتكلم على المباراة كمباراة لكن طبعا بص الاداء ما كانش كما توقعناه يعني احنا اي اهلاوي او اي حد من جمهور الاهلي كان بيتفرج على المباراة او يعني بيتوقع ان الاهلي اه هيبقى مقفل وكل حاجة لكن مش بالشكل ده انا شفت ان فيه كان فيه مبالغة في حتة اللوبلوك اللي احنا عملناها وبعدين عملنا 50% من الشغل يعني احنا نجعنا تحت الكرة كلنا كنا تحت الكرة ودي حاجة مهمة جدا في اللقاءات سانداونز او في اللقاءات فرق جنوب افريقيا عموما ان انت لازم تنزل تحت الكرة ولازم تقفلهم المساحات لان هم بيجيدوا اللعبة في المساحات الواسعة صحيح وده دايما الدور الجنوب افريقيا دايما كده صح عندهم سرعة عظيبة عندهم سرعات طبعا وعندهم مساحات بيدروا يجروا فيها لكن النص التاني اللي هو بعد ما انت بتقطع او بعد ما بتستحوز انت او بعد ما بتبدأ تضغط عشان تستحوز فلازم يبقى في تواجد لازم بقى في حاجة طلعين عليها او في حاجة هتتعمل او في حاجة متفقين عليها وانا اعتقدت من التشكيل ان الرجل حط الردة سليم وبرستاو طبعا في اليمين وصلح محسن مع اصابة كهربا ادتني انطباع ان هو ممكن يطلع على مرتدات صح يستغل ضعف خط ظهر سانداونز دي نقطة نقطة التانية ان هم هيهجموا في ملعبهم وهيجوا وانت عملت لهم لو بلوك فطبعا هيجوا اكتر فهيبدأ يبقى فيه مساحات تقريبا في حوالي ستين سبعين متر في ظهرهم فتقدر تطلع بالكور صح لكن دي متعملتش فخلت النادي الاهلي بالشكل ده على مدار تسعين ديئة استحواز تقريبا حاجة وعشرين في المية قابل حاجة وعشرين في المية للاهلي ودي حاجة مش معتادة عليها جمهور الاهلي ان يشوف الشكل ده وحدت من خطورتك لان انت كل ما بتيجي تطلع كل ما بتيجي تطلع احنا النهاردة كابتال محمد انا شفت انه الاهلي تقريبا ما نقلتش تلات أربعة كور على بعض انا كنت بجاني وانا بفرغبا ما نقلتش يا اخي انه له بس تلات أربعة كور عمال اقول طب أربعة كور بس يتبصوا صح أربعة بس ما بيش هو كان لازم يبقى فيه حاجة ان اول ما هاقطع إلا هيحصل صح إلا هيحصل علي معلول وهاني يخرجوا من اماكنهم بسرعة مهم مع بيرستا وريضا سليم صلاح محسن من الفلاودة السراع جدا يعني تقدر تستغله في مساحات مش في رجله مهم تلعب في مساحات بس دي متعملتش اتعمل للنص الاولاني او 50% الاولاني ودي يعني عايزة بتؤكد ان رغم حالة الاهلي خسر واحد يعني عايزة اقولك دي حاجة كويسة مهم ان حالة الاهلي كده وخسر واحد بس نتيجة انه هو عمل نص الشغل صح فا اعتقد ان الشكل هيختلف تماما يوم الارضة فين بقى كان دور محمد مجدي افشا النهاردة يعني اتصورت محمد مجدي افشا هو اللي مفروض يعمل الكلام ده بقى افشا بقى لياخد الاهلي ويحرك التلاتة اللي قدام طبعا بقى ده دور افشا ودور آليو ديانج مهم جدا وطبعا مروان بس بصفة اساسية افشا صحيح ان هو الراجل اللي يقدر ياخد سمارت توزيشنز وهون انت بتدافع بحس ان اول ما ياخد الكورة او اول ما نقطع الكورة تطلع عن طريق لكن دي ما تعملتش ما تعملتش نتيجة انه هما سرع جدا في الضغط واحنا ما طلعناش بالكورة كويس يعني احنا ما كناش منطلع الكورة كويس اه عايز اقول كمان حتى مهمة جدا وهي الكورات السابتة يعني هما برضو حتى الكورات السابتة اللي جات لنا واضح جدا انه هما كانوا متفرجين علينا كويس كان في مرأبه شديدة جدا 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 لمحمد عبد منعم كان في مراقبة شديدة جدا 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 لرمي ربيعة صلاح محسن فهم متفرجين علينا في الكرات السابقة حتى علي معلول عمل كم واحدة بس طبعا طلعوهم يعني قدروا ان هم يشتغلوا ماركينج كويس مع العيدة الاهلي فدي كانت احدى الحاجات برضو اللي ممكن تحل بيها يعني ممكن تحل بيها وزي كلنا فاكرين في مطش الوداد مباراة الوداد احنا رجعنا بالهدف من كرات السابقة يعني معلوم محمد عبد المنعم جون خرشت جون واحد واحد وخرجت بالمباراة وبالبطولات وعادة المباراة اللي بتلعب مضغوط فيها انت كاي فريق او مضغوط فيها وبتلعب بشكل فريق انت كرات السابقة دي بالنسبة لك اهم حاجة في الدوني انا شايف ان احنا كان في مبالغة شوية كان في مبالغة شوية في حتة ان انا انزل وان انا ادافع بالشكل المبالغ فيه اوي كان ممكن كان ممكن يبقى فيه ثقة اكتر في برضو اللعيبة انا حساسي ان هما يعني كانوا كشين اكتر